عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق بأن تتولى جامعة القاهرة وعين شمس من خلال كليتي الهندسة بهم وضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري وذلك في ضوء التجهيزات لافتتاح المتحف المصري الكبير واستعرض الاجتماع مقترحي الجامعتين لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري حيث وجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات التفصيلية لكل منطقة مشيراً إلى أن المقترحين من الممكن أن يتكامل معاً لإخراج صورة حضارية للطريق الدائري